طيب يا فندم يعني نقول مثلا فيتامين دال يتعمل له تحليل فيتامين دال للناس دي وديكسا ولا ايه الفحوصات المطلوبة لامهاتنا هو الديكسا هو الاساس يعني هو يعمل اياس الهشاشة اللي هو الديكسا في اياس فيتامين دال دوت برضو بدينا انديكيتورز يعني بس هو الديكسا هو اللي مشهور وهو اللي معروف يعني وحتى بالإكسرية العادية بيبان برضو ان الكورتكس بتاع العظم ضعيف ياخدوا يا فندم ياخدوا يا فندم لبن كتير ياخدوا بيض كتير ياخدوا عاجات فيها كالسيا ولا ملهاش دور اللبن والجبن والبيض والسمك والحاجات دي بالإضافة برضو ان الجو الصحي يعني حتى مش هنلاقي الحاجات ديات منتشرة في الارياف قوي عشان الجو انتجو انتعهم في المناطق البدوية زي الوحات والحاجات دي ما بيبقاش عندهم برضو الهجاشة بالكسافة اللي هي موجودة في المدن أو في المناطق اللي هي المزدحمة اللي فيها تلوث أو فيها عدم تعرض الناس للشمس يعني بتشكر جدا أنا أستاذ دكتور أمين شلبي استشارك راحة الأزام شكرا عن معلومات القيمة لا تحت عمرك طيب احنا دلوقتي بعد ما استمعنا المعلومات المهمة وكل واحد يعني ياخد باله من مامته ياخد باله من أخته الكبيرة ياخد باله من لو حد كبير في السن وزوجته بعد انقطاع الطمس احنا بنتكلم عن معلومة مهمة جدا أنه هشاشة العظام في انتشار مستمر حد يقول لي طب هو الدكتور ليه قال حتة الشمس لأنه الحقيقة الكالسيوم بيبقى أو فيتامين دال بيبقى في صورة غير نشطة مجرد ما يتعرض الواحد للشمس 10 دقايق مثلا ولا تلت ساحة بالكتير بالذات من الساعة 10 للساعة واحدة بالذات من الساعة 10 أو 11 لوحدة ده الوقت اللي بيبقى مناسب جدا أنه الواحد لو يتعرض للشمس فيه يبقى فيتامين دال يتنشط وبالتالي يبقى في الصورة النشطة وما يحصلش المشاكل دية موسيقى